وفي كابوتشينو على كابة فامو كل يوم التي لجمع من السبع للعشر مطاع السباح سهلا مرحبا بكم في بين الناس تود سويتا بين الناس بين الناس تقريبا زوز السبع التالي جاء بحدنا دكتور صديق سجرني حكينا على الأدوية وصناعة الأدوية في تونس على المكاسب المهمة والمشاكل اللي يعني فيها هذا القطاع البارح اللي اجتماع مجلس الوزراء بقصر الحكومة بالقصبة وانتمت الموافقة على عدد من المشاريع والأوامر ومن بينها مشروع مرسوم يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة هذا اللي وصفه زير الصحة لمرابط المصادقة على المشروع بالمكسب الهام وأكد أن هذه الوكالة ستمكن من توحيد عمل كل المتدخلين في قطاع الدواء واللي بيش تساهم في تسهيل عمل المستثمرين في المجال خاصة من خلال تقليص الأجل الإدارية كما أنه ستساعد على تطوير التعاون الدولي في قطاع الدواء وتعزيز تصنيف تونس مع الهيئات الدولية المختصة في هذا المجال وفق تقديره وفق تقديره كيف يدورها هالوكالة بيش نفهمه أكثر كيف هي شروط النجاح دكتور سادق سجرني يكلم منه البارح في الليل مشكور اللي يجيب أحدانا سباحاً ودكتور دي ما طاعت لي أنجي نجري لا وابعد خاصة أنه هاو سمعوا كلامك يظهر لي جمعتين التالي بارك الله وفين ويظهر لي حلم بداية تحقق لانديستوري فارماسوتيك لمجال الأدوية هذي مطلب قديم جديد هات نفهمه بالضبط شمعناها هذه الوكالة شو اللي تنجم تقدم شو طاعت الإضافة فاضح سباحاً خير لكل مستمعين فعلاً هو حلم وإحنا تقريباً من عشرين عام التالي وإحنا نقوله يلزم التجميع كل ما هو يتعامل مع الدواء في إدارة واحدة في هيكل موحد وعليش؟ علش خطر أولاً السياسة بسيكون متكاملة وواضحة ثانياً ربح وقت كبير معتها خطر في الوضع الحالي تعرف معتها في كل ما يهم الدواء موزع تقريباً على ستة إدارات مختلفة وكل إدارة موجودة في مكان في العاصمة والاتصالات ما بينهم عسيرة وصعيبة وتعرف التسالات بيوغراتية قديمة معتها معتها هذه من الناحية من الناحية الأخرى الإمكانيات المتوفرة هي ضئيلة سواء الإمكانيات البشرية أو الإمكانيات المادية نحن نعرفهم شوية وخاصة فما كثير من المصياد والطباء يخرجوا للظروف اللي نعرفوها والكل معتها الإمكانيات البشرية والمادية المحدودة هذه تبدأ مبعثرة مشارط معناه خاني نقوله أنه أحنا ديما نحكيه على مكسب مهم وصناعة أدويات تونسية وأكثر من 60% معناتها أنه الدول اللي دور هو يتصنع في تونس ولكن في الوجه الخلفي والآخر للإنديسترية للصناعة الأدوية في تونس وفرت كل واحد يخدم وحده كل واحد يفلح وحده وبيشتاخو رخصة متعدوة اللغير وبيشتخدمو يحب لك أشوات وأشوات ورحلة طويلة بين الإدارات هذا بأحداث الوكالة مش يتنح زيناً باش ندعم لكلامك باش المسلمين يفهمو أكثر أنت كي من المجالات الأولى في التعامل مع الأدوية والتحكم في الأدوية كونك تقدم ملف لدواء جديد وتاخد الرخصة متاعه ثم تشرع في صناعة وتسويق معالك نحن كي تقدم الملف تقدمه الإدارة أولى يبقى عندها تقريباً ثلاثة شهر باش تتثبت كونه الملف المتكامل وفيه كل ما هم مطلوب بعد تبعثوا بطريقة تقليدية بتفتح الفيزيك معتها نهزوا أحنا ما زالنا نختمه بالوراق كرا هو يزمك تعطي كاردونة كبيرة معبية بالوراق ويهزوا هم يقرأوا يثبتوا فيها كذا في هذه إدارة الدواوة الصيدلة الإدارة الأولى ثم بعد هي وقت تشوف الملف تبعثوا للمخبر هذا مخبر المراقبة مع دراك اللي موجود في باب سعدون تبعثوا للمخبر المخبر بتحال باش يحطوا في بلاسك في الأرشيف بتاعوا علاش خاطروا عنده ملفات وملفات أخرى قبل وهنا فما معتها الأنصر هذا بالذات الابراطور الناسونال دي كونترول دي ميدي كما ولهنس ما احنا نعطوله الأنصر معطل للغاية إذا كان ما نلقولوش حل هو بالذات باش يبقى الإنسان يقدم يشتغل على دواء ويقعد عام ويحضر فيه ويعمل في التطوير ويذكر ذلك ويذخ برشمال باش تعمل دواء جديد روفها فما مصاريف كبيرة بعد ما تعمل عمل هذا الكل يخلط للمخبر مراقبة الأدوية تعبى بسعدون ويرقعد غاديك يرقعد هش يقعد بربي في المخبر هو بسفة عامة ويقعد ثلاثة سنوات معادلة متاع ثلاثة سنوات هي معناها مش ثلاثة سنوات ويشوفوا ويشوفوا مثلا اللي هو رونطبيليتيم بتاعه الكاليتي غيره كانت عندهم طريقة قبل في المخبر فهى نوع من المواجهة ولو فهى احنا مورعنا وقتا نعطيه الملف نعطيه عينات للدواء المصنع ومجبورين نعمل زوز وحدات نصنعوهم وناخذوا منهم عينات وبعد ما رقمناهم احنا وكذا ويطلعوا في مستوى مقبول نحطوها في الملف العينات هذه عينات من المواد الاولية وعينات من الدواء البروديوفيني وهذا مربوطين بمدة صلوحية مثلا 24 شهر موجود بطبيعة الحال مبدئيا قبل كانوا يعملوا مجهودهم باش يتفحصوا الملف قبل 24 شهر قبل 34 شهر ثلاثة سنين طبعو طبعو ولو يفوتوا لل 24 شهر وياخدوا الملف يقولك لا هذا يتسمى كومبليمون يطلبك مكمل للملف يقولك لا هذا اللي بعتولي الشانتيون ولا كادوك معت صلب جيب واحد جديد مرعة هذا يتصور في بالك بعد على الأقل سلاثين ونصف أنا اللي حب أنا هذا بأحداث مثل هذه الوكالة الساعة اللي بشنفها مبثلا شكون اللي يدخل فيها تتنح هذي كل أحداث الوكالة يكون فام كل شي سنترالي زي صناعة الدواء قدمت أنا المرة فات كنت واقعي ما منقولش خاصي على صناعة الدواء قلت رأنا ونصنع في 70% من حاجياتنا في تونس قلت هذا شنو النواقس اللي يخليونا نمشيوا على ساق برك يحبوا نمشيوا مركزين والأجانس هذا أضعف الإيمان باش تعمل أجانس وكالة تعتني بكل ما هو مواد مستهلك من الإنسان راه ما نكتفيش خاطعنا الغاية متاعنا شنو هو المحافظة على سلام الصحية للمواطنين هذا هذا الغاية الأولى توقف لقتحاد نقول لك اللي هي نقص كبير العنصر الوحيد اللي عنا فيه نجم يقول إمكانيات مادية وبشرية وتنظيمية هو الدواء ومش الأدوية الأدوية يتصحبها الأردنانس مع ته نميزي كامو أبرسكريبشون نسميه محفظة هذاك عنا عناية كبيرة بي أما فيما الأخرين اللي هي موافلة كبيرة هاك الباراء اللي يقولون بضبط علاش علاش توا في البلدات المتقدمة ونعطيك شوية مقارنة بفرنسا وبأمريكيا وشوف المدى تأخر الوروتار كمولي على فرنسا وفرنسا بدأت على أمريكيا ونحن ديما رأى وثلاثين سنة ما بين أمريكيا وفرنسا وثلاثين سنة أخرين ما بين فرنسا معنى ستين سنة بين أمريكيا بالضبط بالضبط الوكالة متاع أمريكيا أحدثت في عام 1906 وكالة ذي لا لا الوكالة بتاع أمريكيا هيا الوكالة أمريكيا ما نعملو أحنا تول إدارة الدواء والأغذية نرى أن العباد يتنظر نحن نتوقف لحاضر إذا كان كما نعملو وكالة يا سيدي أنا نطالب بكل وضوح كانو نعملو وكالة للدواء و لبروفيد سنتي والمواد الصحية كل اللي يتنولها الإنسان هذا جانب الجانب الثاني ما تنجمش ما تعملش وكالة أخرى مكملة خطر قطف زو الساقين للصحة يجبك تعمل وكالة أخرى تهتم بكل ما هو مواد بيطرية مع تأدوى بيطرية ومواد في الأغذية والأغذية بحالهم وال الصحة الحيوانية والصحة النباتية خطروا لكله أي معناتها لازم تكون كله سنترليزي مش مثلا أعمل ويكالتها وقعد تستنى سنين وسنين وسنين مش تزيد تعمل واحدة أخرى في اختصاص آخر وبعد بعد عمر طويل نزيد الموهم وبعد في ويكالة واحدة بطويلة 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 من معالج في فرنسا فرنسا عندهم أجنس اسمها نفس التسمية هي ما تهتم بالأدوية بالأردنانس وكل ما يتناولو الإنسان من ناحية العلاجية سواء بولوبياناتر ولا الكمفور ولا الأمراء معتها بشي سميهم لك الدواء والبكسن والبروديو الدريبي ديسون كل والبروديو البيوتكنولوجي بدوية كاثرو ثم بعد هذا جانب الدواء خاطر غالبا هذا ما الطبيب هو يكتب الأردنانس ويجب تأخونا هذا الجانب الأولاني الذي نحن نعود لك نسبيا معتنين به معتنين به قاعدين تأخذ معالي الجانب الثاني الذي هو موضوع الاقتصادية والصحية هو كل الأدوية نسميهم الكمليمات الاليمانتر نسمع بهم نسكل والذي يبيعون فيها في الانترنت والذي يبيعون بالضبط والذي يبيعون الثاني الميدكامات البروديو ما فيهمش أعمام معتها يجيه واحد ينجم يكون في الحال تأخذ وتشوف الدواقش عن قوانين طبقوا فيها وقداش فما مراقبة وقداش فما وقداش فما وقداش فما في ساعتين نعلمهم ونبدأوا نشرح ونخرجوا هذه عملية ما سنقولها باللوهدار خلط وجلط خلط وجلط وبيع للمواطن مفاما حتى ضمانة وحتى ضمانة للجودة والسلامة والقانون عنده وزارة التجارة يتعامل معها وكو هو مبدأين يقول لك أعلمنا نحن وقت يجيد مع النوعية من المواد هذية من الخارج يطلبوا عليهم ملف وتسجيل ويعطيهم نسميهم العامسي إحنا والطوانسة و هاته حتى الأعلام ساعة ما يعلموش هو مطلوب كانوا يعلم لهو حتى يخرجوا أم وكو يبدأ ياخذ من فلذلك هذه قيمة المحطة عن الخطأ الخاص بميع الأصداد الضوء كان ترى ما هو زرق في الخدود والكرش وكذا ونجد أدوى معها تهم الصحة ومعصبت الحال ما كان المائكة هل هؤلاء من المانور على الدواء يعملوا بطرق غريبة وعجيبة احنا نعرف يعطيهم مال كثير بشك الدواء ذاك يخرج وكفيش يخرج يخرج ما عندوش السلامة الكافية بتبات الحال كما بياننا ويخرج بأسعار باهضة تاخد الدواء تحط فيها من قلبك ويقولوا احنا تبيعوا بدينارين بش ممن ننتقلوش على المواطن وتمشي هذا البردوية من الفرماسية او كوسميتيك او كوسميتيك او خمسين دينار خمسين دينار اذا كان ايضا يخفىش نسكول ايضا يعني حتى الربح اللي في الفرماسي وغيره جاي من الفرماسي حتى دخلنا في المنطقة التجاري من حبوش قول جل اما جوز املا من الاطباء اللي انخارتوا في هذايا حتى في الوردنانس اي بيانسور اي بارشة فلوس الدور يجيو بطرق شرعيه وغير شرعيه بار اخوذ هذاك البردوية الفلاني البردوية الفلتاني في المضوع هذا فما النوع من اللي نقوله مبتيد غير ما بين الفرماسيين الفرماسيين دوفيسين ومن المدساء برسكريبتو برسكريبتو يعرف الوضعية وعنده نوع من اللي يشد فرام على خطر ابردو والسيدلين عنده مسؤولية مباشرة رأوا الله لا يقدر كان السيدلاني يعطي دواء ويطلع فاسد ويكون لك اعراض جانبية خطيرة سيدلاني مسؤول ميزموش يقبل باش ياخو دواف سيدلاني متاعو وقلي يجيه ويقولك يا اخي هاو السلطة خليته يدور في السوق يدور ويبيع ويخدموا ويجيني انا وانا زيادة سيدلاني ينزم نحن نحقق ربح باش نجم نواصل ونخدم العباد وياخذ ذلك ادعوك شوف اذا كان فما امل في الوكالة القول هو كونه كل هالمواد هل هي اللي لازم تتعدى بالوكالة انا نقولك هي عندها الاولوية مع تدواء راهو منظم برشا المشكل الكبير متعدواء هو البطء والاسعار كما تكلمنا المغلفات اذا كان الوكالة تلقى واحنا تنجم تخورينا في الموضوع اذا كان تلقى ايكيليبر باش تربح الوقت ونقولوا راهو في الادوية لابسنا علينا توقع عملنا وكالة باش نوليوا اللي يقدم رخصة في عام ياخد وهذا ممكن هذا من الاكيد انه تركيبة بتاع الوكالة هذي كيف تكون لانه اليوم عندكم الغرفة الكنيب معناه غرفة المصنعية الادوية الكنيب اكيد ما عرش تكونوا ممثلين في وسط الادارة مش يكونوا المصنعين الكل ينجموا يحضروا منش عارف بالضبط هو ضروف النجاح هذه هي ضروف النجاح اولا قلنا لجانس نول المجال متاحها وقلنا اهمية الادوية وما شابها اهمية اول حاجة الوكالة هذي كان ما عندهاش شخصية معنوية واستقلال مالي وذاتي ما تمشيش كان باش نقضوا نخدموا ديما معتا هو المسير وهو اللي ياخد القرارات الاخرانية نقضوا في نفس العل من المشاكل معنى طالبوا انو الوكالة هذي يكون عندها استقلالية مالية استقلالية مالية واستقلالية مالية واستقلالية القرار بتبعت الحال بتبعت حال تحت رقابت وزارة الصحة بتبعت حال باع السياسات العامة ويلا اخر ذلك تكون من وزارة الصحة شيء اما في التصرف اليومي وفي القرارات اليومية هذا الول وقل تحب انت ستعمل هايك الكيم هايك وباش يعتنيلك بخمسة او ستة قطاعات مختلفة اللي اذكرنا منهم جانبتا وما اذكرناهم كل رهوة امين يلزم تعطيه اولا الاستقلالية ثم الامكانيات البشرية وهذا معضلة كبيرة على نقص كبير في الامكانيات البشرية ماذا نجيبه لله لهم العباد موجودة تبارك الله العباد يجيب تحطها زادة شوف كنوا ضحين شوية دكتورة ماذا نجيب انا نخدم في ثلان في الابوراتوار ولا في اللي هو ولا نخدم كونسلطان انترنسيونال ولي هو نخلص في كذا ماذا تجيبني ونجي نخدم في ادارة عامة تابعة الدولة تخلصني زوز فرنك كي ما يصير برشا باش نجي نخدم هذه مشكلة كبيرة ما نجيش نخدم اذا زادة باش تجيبه هو غاديك وتحطه غاديك ولي فما تمكميك وحسابات معناها خلق الهيكل بالعقلية الإدارية اللي موجود وبالماسالاريال اللي موجود اليوم بحقيقة ما نتصور شنو مش تكون انا هذي رأي الشخصي ما نتصورش مش تكون كما كنتوا تتصرو تتصرو لا لا احنا ما فأتوا هو انسان كي يحلم ويقرب التحقيق الحلم بتاعه ويجب يكون واقعي يجب التحليل بتاعه ميكونش خيالي اه لا تونيزيان لا وهذه الدفكولتي اللي باش تبدأ موجودة وتنجي نكون سببا 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 ما نقولش الاخفاق ما ناختوش للغاية معاتا النقود وكاك ندرش حوها وجمعناهم خاطر هو التجميع عش ما قالت لتو باش تجمع انتي باش تجمع كل الهياكل كرناها ايه بكاش تجمعهم تجمعهم في اورغانيجرام ايه تجمعهم اورغانيجرام موجود في الوزارة الصحة ولا باش تجمعهم في مبنى عصري جديد فيه امكانيات مادية متوفرة والناس الكل تشتغل في نفس المكان معاتا وباتبعت حال وكان نقول لك كل ساعات حتى التليفونات قاعدة مدة مسكرين ومعلقين ومتنجمش حتى تتخبر معاتا شوف اذا كان انتي باش تعمل مبنى معاتا تجميع يلزم مبنى لائق ويلزم فيه ارزوم انفرماتيك وندخله في الدجيتاليزاون دوري معاتا متنجمش تعمل اليوم شوف ما غير ما تعملها ديجيتال ما تنجمش معاتا بشتوب تبقى تفكر مليح المشاكل اللي صارت دي بي دي جي مثلا في مؤسسات معاينة ايش صار عليهم رأوا اللي كاليتين البهين اللي موجودين في وسط المرشيات خاطفوا فيها من الناس ما تلقاش خاطفوا فيها من الناس جيب ناس دي كاليفيه وخالصوا مليح حتى وكان هو في في السلم الإداري ورطبة درشنوة وقالا وقالا كل الكلام هذا كله جيب حد ناس كاليفيه وخالصوا مليح لانه هذا بشي يعطينا رانتابيلتي لبلاد وهذا اللي نجموا بيه معناه تفهم مهن وفهم دي بوست لازم نخالصوا بالقدار لانه ما يقعد لكش بشي تخالصوا مليون ونص وزوز ملايين مثلا في الشهر ولا زوز ملايين ومية وميتين وقالك نزيدوا واتور دو فانكسيون اي روا ذايا روا اليوم في مجال الأدوية في لابوراتوار معناه كوميرسيالي نجم يخوهم وضوما من باب الواطي معناه هو سيامين كل صحيحة هنا نبدأ بالخطوة الأولى الخطوة الأساسية الخطوة الأساسية كتعمل أجانس وفيها اجدارات عامة في وسطها أولا ساعة المورد البشرية المورد البشري اللولاني هو المدير العام تعالى أجانس ولا رئيس الأجانس ولا ساميه التحب المسؤول اللولاني ايه كيفاش باش تختاروا وعلى أي أساس أولا ساعة يجب يكون متمكن من خبرات متعدة سواء في التسهير وسواء في الميدان الصحي بسفة عامة ويكون معتا عنده تجربة وثم ما يكونش معين من طرف وزير الصحة أخذ أنه لا لأ تنحي بابة باب كامل هل نرون الإدارات العامة وكترف نعطيك نعطيك في الساير في البلدان اللي عندهم اجانس كما انجليتيرا وبلجيكا وكندا وفرنسا الوزير الصحة ما عينش أما يعطي يعمل كرة شروط للمترشح للمترشح وكما يقدم يقول أنت كما ترى تسييرها وكما ترى وكما ترى برنامج عملها وكما ترى ويأخو خمس سنوات لكي يعمل على البرنامج الذي يقدمه ونحسبه إذا كان فيها سنة أو سنتين زادها في شل نطلبه بالاستقال ويعفى هذا في البداية لا يجب أن يكون كمبيتان واكسبريمونتي ومسؤول لا يجب أن يكون لديه أبجيكتيف يحب حقه نعمل لك انظر وقارن طوال ساير عنا انظر وقارن جميع يتظل العالمي العنصر الثاني أنت كي تعمل في ميدان السلامة لا سيكوريتي هو الميدان الأولاني بس عمل إدارة متاع السيكوريتي إذا كان الخبراء الموجودين في تونس ما يكونوش ضمنيا يشتغلوا على السلامة وفي كل مجالات الأخرى ميدان الخبرة عنا شوية خبرة في تونس عنا خبراء لكن وقت لا تعمل انت إدارة كما هيك وكما الإدارات لعنا كل واحد في وقت الخبرات عندهم أفكار وعندهم تجارب وعندهم مقترحات وإخر ذلك والإدارة تعمل على روحها كان في زوز بلدان مختلفة وهذا اللي صاير تقريبا في السكتور الكل يفضل نسبيا يجب تشريك الخبرات في كل إدارة مهتمة بميدان يجب أن يكون عندها أي خاصة في الأطباء خاصة خاصة لتعطي دولة جديدة مثل كارديوفاسكولير يجب أن يكون عندك الكولكتيف كارديوفاسكولير لتعطيه رأيهم في الموضوع أما غير كافي يجب أن يكون عندنا دي كولكتيف دي كسبير كومبليموتار يتكاملوا مع بعضهم ويبدأ عندهم إمكانية باش يوجهوا السياسة الصحية في الثنية الصحية لذلك هذا بطبيق الحال كم نقولوا الأمور هذه نخطو ميداتمو الموارد المادية هذا هو إذا كان أنت باش تعمل أجانس وباش تتلاها بالسكتير كل الدواء وفاكسن ما نجم يكونوا الأندوسترية مخارطة في هذه والله نحن الآن الأندوسترية يخلصوا في كل حاجة حتى باش تبدل مزود هذا لا يهم الدواء الأخرين لا يخلصوا على حد ألمي دواء نكبروا المجال يعني المواد الغير طبية البقرة كثرو في البلاد يعني كثرو في البلاد إذا اليوم تلزم عليها وأنه يتنظموا ويكونوا معنا أولاً يتنظم القتاع ثم فما موارد أخرى تنجم تكون الوكالة هذه على كل أنا نتمنى حاجة نتمنى هالوكالة هذه نشوفوها على قريب لأنه أحنا مبدعين في أنه نعمل قانون ومشروع قانون آه كاكا ما يجدنا حد في مشاريع القوانين وأحنا لولانين في العرب وأحنا في إفريقيا وأحنا وأحنا أذوكم مبدعين لكن نتعدي نتعدي ونبدأ ونخدم ونخدم بقواعد سليمة يا ذنوبي إن شاء الله نتمنى هذه الوكالة المهمة لطلبتو بانتوما نرأوها في أقرب وقت وتعطيونا كيف يش بش تكون الأمور هذية خليك كلمة الختامنا دكتور والله يكلمة الختام ونقود لك صحة المواطن أهم حاجة وأحنا تكلمنا على الجانب صحة المواطن المباشرة المواد المباشرة للإنسان أخي إنتي وقدت تاكل ثمرة من الجنان ما عندك حتى الضمان في السلامة معتها على 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 ما تعتقد أن هذه معتها الناجر ما أقول لك بقدر ما وزير الصحة مشكور يدافع على الأجنس هذه بتاع المدكامو يجب يدافع على أجنس أخرى تهتم بكل ما هو برودي كونسوماب هاي حاجة تدخل للبدال كما في الأمريكان كيين برشا وفاهمين ملوو عملوهم مع بعض عملوهم من 1906 مع بعضهم الفرنسيس طوى عندهم دوز أجنس واحدة اللاهي بالدواء تي مازلنا احنا مازلنا في عقلنا احنا مازلنا في عقلنا لا يا خي تي مزروب الله يا دكتور تي مخي مزروبين في بالك أمين فما خاطرت تحطوا عليها مرة أخرى فما مخاطر جسيمة تهم مستقبل الحياة في تونس مثلا وقلا أنت تعمل البستيسيد نونوتوريزي وتروشهم باش تدوي الشاسم التفاح متاعك ورغم إلاك التفاح متع سبيب هنا ساعده مكبوب دي ما يخمر هؤل المجالات هؤل المجالات اللي يجب من يبدأ عنا فيها يا دكتور الزاجونس اللي تيح كلام في أوروبا يمنعوا البستيسيد بشي يتعملوا في بلادهم ونفس الدول اللي نحكيوا عليه الصديقة والشقيقة في الشمال المتوسط في أمريكا العجيبة يبيعهم بثمان بعضا ويزيد الفلاحة متاعنا ماش متكون وما يعرفش باش يخلط النتيجة بسرع يحطها ثلاثة مرات تقدر المسبوع به وهذا موجود تلقى كعبة الفريس قد نهاك بالضبط اش يصير سيامين فما اختره نبالك خل المستمعين يكون يتحسوا ويدافعوا للحياة في تونس شنون المتضرم الشكون الأول المتضرم البستيسيد ماش الإنسان الإنسان ماتضرر من الإتراس الأرض والتربة لا هما الانسكت اللي دوروا وخاصة النحلة آآ نحل في طور الانقراض بل بستيسيد بستيسيد انتون بستيف مع هكاك بدون رقيب ولا حسيب إذا كان تصور في بالك ما عادش فما نحل مويلوا الحياة طاعت تحكي على برشة حاجات طاو احنا بالليلة لقهوة لحليب لسكر لا باع بعض بحياتي نسمع كل شيء يا دكتور ما عادش عندك ماكلة ما عادش فهمة طاو احنا طاو نحكي و احنا فهمة أزمة في الحليب ونستحكي على الاحتكار ونستحكي لك على الحل ونستحكي لك على الحل ونستحكي لك على الحل مش يقول لك بربي دكتور بعد غادي لا 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 ما عادش غادي يجب نسمع كل شيء شوف اللي تحكي فيه هو اللي لازم الدولة تكون وعية به ويكون فهمة مشروع على الدولة مشروع ونستحكي للمسؤولين اليوم اللي نحكم اليوم وحتى احنا كمواطنين ماناش مسؤولين على الان وهنا فقط رو فهمة غدوة غدوة شنو اللي بيش نعديوا للأجيال القادمة احنا نتفرجوا في شتوتنا كيفش قاعدة تموت ونقولوا اه شتوتنا مشيتم مم مسؤولين عليها جدودنا ومسؤولين على سياسة الدولة اللي بنات على الشطة وغيره اي اتوى شنو بيش نخليه للأجيال القادمة ما خليولهم ليسا شي بلا معناها ان بلاستيك ليساك ان بلاستيك اذوكم مش خليولهم بلاد ما فياش نحل مش خليولهم بلاد ما عادش فيها ماء في الداخل المتاحها على كل احتكار اذي احتكار اذي الكلمة الاخرانية نقولها لك ديما ديما عنا تفائل نحو الأحسن وانا نعطيه في الأفكار وهنا مجندين روحنا في عمري انا ما زلت كاني عمري عشرين عام ومستد باش نشارك ونعاون نفي بلي 19 سنة قتل اه 19 بلي دكتور 19 سنة ديما ديما فاما فاما امل كونه تونس تبدأ باهية كيما نحبوها وكيما شوي اعرفنا في فترات معينة انا عشت في حياتي فترات فريمون نبدأ في اردات تينيزيا كي تخرج وتكلم على تونس تكلم على بورجيبو تكلم على كباش الحلفة متاعنا ولا زربية اي ولا الزربية ولا البردجان ولا التمر هذا من الثروات اللي يجب ان نحافظوا عليهم بالاجانس هذي وبالاجانس الثانية متاع المواد الفلاحية حتى يكبروا يسموه يا دكتور حتى يكبروا يسموه على كل حالة هكسة جلتها للتاريخ بارك الله وفيك دكتور سادق الزجرني خبير في سيناة الهودية شكرا جزيلا اطلقوا بعض الأخبار اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة